إن همستكم لأني بغم واتمنى لو أنساك في كل كلمة ونغمة وكل صوت وهمسة يتنفس الحب دون عناء في غناء المصريين لا يمكنك أن تعرف بداية العلاقة بين الحب والغناء فكأنما خلق الغناء للحب وخلق الحب ليبقى أغنية أبدية أستطيع أنا كشاعر أو كعاشق أن أوصل عاطفتي من خلال الأغنية والمحبوبة دائما تنتظر من عاشقها أن يوصل لها الحب في طريقة رمزية أو طريقة سهلة فلا يجد أفضل من الغناء والتغزل لا يفرق الحب في الغناء بين طبقة وأخرى فهو حاضر حضورا طاغيا حتى ولو تنوعت أشكال الغناء فالحب عليك هو المكتوب يا ربي نجات أنا بالنسبالي بحس بس معها بتمثني فعنا فانان عبد الحليم من عبد الوهاب محمد فوزي حاليا أنا شايف أنه قزم الساهر طبعا بعدما جسد كمان القصايد بتاعتنا زرقباني بقيت قوية جدا كتير عبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد وهاني شاكر يعني عبره على الحب وفريض الأطرش كل شيء يمكن أن يفر من صاحبه إلا الغناء لا يمكن أن يتخلى عن الحب وسيرة العاشقين يتغير الزمن وتتغير معه أشكال غنائية موروفة ولكن الحب باق في غناء الأجيال المتعاقبة وكذلك في أفلامهم وأعمالهم الدرامية الحب واحد والبيئة التي يخرج منها هو القصيم هو الظاهرة التي نستطيع أن نحكم عليها يعني المطرب العاطفي يغني بألفاظ عاطفية بحتة والمطرب الشعبي يستخدم ألفاظ شعبية فالأغنية واحدة ولكن المستوى يختلف التلقي باختلاف البيئة التي خرجت منها الأغنية من غناء الزمن الجميل إلى غناء مرتبك في نغماته ومن غناء القصائد إلى الغناء الشعبي آلاف الأصوات التي تعبر عن الحب والمحبين وحتى أولئك الذين تعثروا في قصصهم الغرامية سيحرضهم الغناء حتماً على البحث عن حب جديد من القاهرة هشام سلام اليوم وعن هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة الصحفية هيبة عبد العزيز سوز هيبة أهلاً بكي أهلاً بيكم نوراناً في عيد الحب كل عيد حب كده ويا رب كلنا طيبين وكلنا منحب بعض دايماً سوز هيبة حضرك إزاي بترصدي التغير في ملامح التعبير عن مفردات الحب بين الماضي وبين الحاضر يعني لما نشوف زمين مثلاً شعراء شعراء مثلاً حفظ إبراهيم إبراهيم ناجي أحمد شوقي مرسي جميل عزيز طبيعة الكلمات اللي كانوا بيكتبوها وكانوا المطربين بيتغنوا بيها كلمات بيبقى أثرها في النفس وفي القلب أجيال متعاقبة وعقود وراء بعضها مش بتبقى موضة مش بتبقى حاجة سيزونالي يعني مثلاً دلوقتي موجودة وبعد شوية مش موجودة لكن اللي بيحصل دلوقتي إنه حتى الكلمات اللي بتكتب بلا روح هي كلمات بشوفها كتير بتشوه حاجات جميلة في نفسياتنا بيبقى إنه لما بتلقي بتشوه ولا ما بتعبرش تعبير دقيق عن مكنون المشاعر لو بتشوه كمان كمان يا بتقدي رسالة سلبية كمان تمام لإنه أنت حضرتك دلوقتي فيه موجة كتير طالعة اللي هو ما يقال عليه بالمطرب الشعبي وكان زمان فيه مطربين شعبيين ما شفناهمش بالتجاجة اللي بنشوفها دلوقتي حمد رشدي ومحمد العزبي ناس وأخيرهم عدوية مثلاً إلا لحد الجيل ده لحد المستوى ده كان يعني أجيال مقبول منها الشعبي جو الطربي ده إنما دلوقتي بيلاقي موجة ناس طالعة ست سقط هراجل وبتغني كلمات عن الحب وبشكل فجر طب أنا إزاي حب إيه ده اللي تسمع بالشكل ده صحي طب حراجل قلتي حاجة مهمة أو قلتي إن الكلمات اللي كانوا بيتغنى بها الشعراء زمان أو بيقلفوها بتظل أجيال وأجيال يعني بيتعبوا عليها طبعاً هل مازال تأثيرها موجود حتى الآن أغنع بحليم حب أم كلثوم وغيرهم بتأثير حتى ولا مع رتمع عصر مدى التتناسي وكل المشاهدين يقصوا معنا أي واحد يشوف نفسه في حالة حب حقيقية أو حتى مرت عليه الحالة دي دي ميل يسمع لمن أكتر صح هيرجع يسمع موجلسوم هيرجع يسمع عبد الحليم هيرجع يسمع لنزار قباني في النهاية عمره أبداً ما هيسمع لكل الأجيال الحديثة اللي طالعة اللي هي أنا بشوفها أن هي فقاعات يعني فقاعات بالتطير في الهوى وفي الأخير بتفرقع طيب لكن ملاش تأثير إحنا كلمنا دقيقة عن المفردات وعن الأغاني خليني نتكلم عن التقوص ومصاحبة الحب بين زمان وبين دلوقتي كنا مشوف الجواب الغرامي باقة الوردة اللي بتتبيعت على البيت حاجات من هذا القبيل ورأتي هل في عصر الموبايل والإنترنت والعصر السري اختفت كل هذه المظاهر والتقوص؟ اختفت بشكل فق برضو لأنه عايز أقول لحضرتك على حاجة أحسن حاجة لما تتعامل وجه للوجه في لغة التواصل في كيميا بتحصل بين الأجساد بين الأرواح قد تكون غير مرئية دلوقتي أجهزة التكنولوجيا الحديثة بعيدة الأجساد والأرواح مش بس بقى الأجساد بس فبقى التواصل ويرلس يعني كله كهربائي طب وهو الجواب برضو ويرلس برضو ويرلس شريط الكاسد في التمانينات ويرلس لا بس في روحه احنا لما نيجي نتكلم على فكرة الحب ونتكلم على فكرة الرسائل أول حاجة تيجي على زينا نمين رسائل ماء لجبران خليل جبران والعكس دي رسائل لن تنسى في التاريخ وعملوا قدب اسمه قدب الرسائل عشان الرسائل اللي كانوا نبعتوها البعض مش ممكن تتنسي الأغنية بتاعة عد الحليم بتاعة جواب أغنية مميزة جدا وكتير مننا عد عليها فكرة أنك تمسك قلم وتكتب تقدر تكتب اللي بتحسه مكتوب وتبعته الحبيبة كيقراه ده في حد ذاته بيعمل حالة برضو الكلمات دي نفسها بتتحفر جوه النفس جوه القلب لكن لما تيجي دلوقتي حضراتك دلوقتي تدخل على الموقع التواصل الإجتماعي تلاقي كله بيعمل شير لصور القلوب الحمرة لصور ورود لهابي فالنتاين صور طورتة أربعة دور وعشرين دور ومشار ما مباليش ما حاجة بقتش مكلفة صحيح ده بيتماشى مع الاقتصاديات المرتفعة لأنه طبعا دلوقتي عشان تروح تجيب ورد بس ما تعيبش في الهدية حتى لو بسيطة ما تعيبش فيها بالضبط كده هيقولي الناحية الاقتصادية دلوقتي بتدخل محلات الورد بقت حاجة يعني فضيعة الأسعار تمام قتل وردة واحدة تمام هل إحنا فايقين لنحتفل بفلنتاين ولا ضروري لنحتفل بفلنتاين لا دي ضرورة دي مش رفاهية أنت تحتفل بالحب أولا لو بصينا كده بردو بإمعين هللاقي أن الحب هو الحاجة الوحيدة التي اتفق عليها العالم أجمع بكل أصنافه هو اليوم الوحيد اللي كل العالم فيه بيحتفل بنفس المناسبة مفيش عندنا أي مناسبات بتتكرر لها يوم واحد زي عيد الحب إحنا لنا عيادنا الخاصة هم اليوم عيادهم الخاصة حتى عيد الأم مختلف وبالتالي زي ما العالم برضو كله بيتفق على مستلح الحرب فهو برضو بيتفق كله على مستلح الحب إحنا لو بنقول إن إحنا في حالة حرب سواء كانت الحرب دي مباشرة أو حرب بردة أو حرب منوء آخر في النهاية إحنا محتاجين نشحن طاقتنا نشحن أرواحنا إيجابيا علشان نقدر نواصل لأنه مهما كانت طاقتنا مهما كان حفزنا ودفعنا إن إحنا ننهض إن إحنا نغير إن إحنا بنتطلع لبكرة بشكل مختلف محتاجين قوي إن إحنا نشحن نفسنا نهدى ناخد فترة كده نعمل فيها إنعايش لروحنا لأنه صعب قوي إنك طول الوقت تفتح التلفزيون فتلاقي مثلا قدامك أخبار كلها سيئة جدا توترك تفتح مواقع التواصل الاجتماعي إلى كل الأخبار مهتراك إحنا في كلها زيتا طرب نشكرك ونقول لكم لسهون طيبة وحبيب لانتين السوزهابة وانت طيب وكلنا طيبين يا رب إن شاء الله شرفتين هذا السوزهابة